السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله هامل لكم وصفة حلوة اوي وهي تشيز كيك اللوتس. تشيز كيك على البارد بزبدة اللوتس وبسكوت اللوتس. هنعمله من غير بسكوت لوتس. باي نوع بسكوت تحبيه. وصفة حلوة وجميلة اوي مميزة. شايفين تلات طبقات حلوة اوي. يلو نحن نشوف عملتها ازاي. مبدئيا كده هتستعمل اي نوع بسكوت انت تحبيه. هتفرميه في الكابة. فارم ناعم او خشن زي ما تحبي. هحط عليه ربع معلقة صغيرة من الزجابيل. الزجابيل مطحون. واحط عليه نص معلقة ارفع عشان اوصل لجزء من تست البسكوت اللوتس. وهبتدي انا عندي مية جرام من الزبدة السايحة. وهبتدي احط الزبدة تدريجيا لحد ما حس ان البسكوت شرب الزبدة كلها ومش محتاج تاني. بعدين هروح اجيبي الاولب بتاعتي. الاولب دي بتتباع عند مستلزمات مش مستلزمات بيع الحلواني لا مستلزمات اللي هي الورق الكارتون والورق الشفاف دوت. موجودة في كل مكان طبعا. حابة تشتريها الطاعة او جملة زي ما انت عايزة. ببتدي املأ الاولب بتاعتي طبقة متوسطة. يعني تقريبا نص طبقة نص ارتفاع القالب او اقل منه بحاجة بسيطة. وببتدي اكبسها كده حاجة بسيطة. باي حاجة عندك بقى معلقة سباتيول اي حاجة. هنروح نعمل بقى الحشوة اللي هي حشوة الجبنة هنا انا معي جبنة تقداري تستعملي جبنة نستوت لفاش كري كيري سايبة ام اي حاجة متوفر عندك هتستعمليها. هجيبي البولة بتاعتي انا في الاول هستعمل نص كمية الجبنة بس في الاخر هحط العلبة كلها. وحطيت دي علبة اشتا ونص ربع كوب بيت سكر بضرة او تقريبا بالمعلقة هما معلقتين بس هبتدي بقى اضرب المكونات دي كلها ضربة كويسة كده وهاركنها على جنب هجيب بقى بولة تانية هحط فيها كوباية من الكريم شانتي وربع كوباية من بودرة الكريم تشيز كريم تشيز دي برضو بتتباع عند مستلزمات الحلواني وهحط اللبن لحد ما وصل القوام اللي انا عايزاه هنا هي اخدت معي حوالي كوبايتين من اللبن بس عاوز اقول لكم الكمية دي عملت اوالب كتير جدا انت ممكن تقدري في الكمية دي اللي هو الكريم شانتي اللي هو الدربة الاولانية دي هنحطها زي ما هي اللي هي الجبنة والحاجات التانية انما دي ممكن نعللها للنص هنا حطيت كوبايتين من الزبادي وبعدين هحط خليط الجبنة اللي انا عملته في الاول خالص وهضرب تاني كده هو الخليط معي يعتبر هو كده جاهز خلاص هجيب بقى معلقة كبيرة من الجيلاتين وهحط عليه شوية من المية حوالي ربع كوباية من المية لحد ما يدوب شوية مية من حنفية عادي جدا وهسيبها دقيقة كده لحد ما تشرب المية كلها وبعدين هدخلها المايكرويف عشر ثواني لحد ما تفك وما يبقاش فيها اي تكتلات هيا كده شربت المية بعدين هروح هدخلها المايكرويف كده بعد ما دوبتها خالص هبتدي اشغل المضرب وهنزل بالجيلاتين والمضرب بتاعي شغال ما وقفوش خالص بصوا مش هالله الكمية عملت كمية جبيرة جدا هجيب بقى كيس الحلواني هملاه من الحشوة بتاعتي عشان اصب بشكل احترافي يعني ما يبقاش فيه اي تكتلات وهبتدي اصب بالحشوة بتاعتي اللي هي خليط الجبنة وهاخبط عليها خبطتين كده بحيث ان هي تتساوى وهملى كل الاوالب اللي عندي بنفس الطريقة كده بعد ما مليت الاوالب كلها هحطها في التلاجة حوالي ساعة هنيجي بقى للتوبنج بتاعنا وهو زبدة اللوتوس زبدة اللوتوس دوت بجيبها من المستلزمات الحلواني اللي هي ايجي شيف وده بس كوت لووتوس هحطه كده زين وديكوريشن كده من فوق سيحت الزبدة برضو حوالي عشر ثواني على في الماكرويف لحد ما ده بقى الدايبة زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى افردها بمعلقة يعني طبقة على الوش كده خفيفة من زبدة اللوتوس هحط كده زي ما انتم شايفين بالمعلقة وافردها بإيضاية وبعدين هخبط خبطتين عايزة تعملي شكل من فوق كده زجزاج زي ما انت عايزة لو عايزاها نعمة خالص هفردها وبعدين بعد ما فردها هخبط القلب خبطتين على الكاونتر بتاعي كده كده لحد ما تبقى نعمة خالص خصو كده بالزبط وهخلص كل كمية الزبدة بالتشيز بكل حاجة على حسب العدد اللي انا عاوزاه من التشيز المثلثات للتشيز بعدين هحط بقى البسكوت بتاعي كديكورياشن من فوق كده عايزة اقولكو حاجة كمان احنا نقدر لو اتبقى معينا من حشوة الجبنة نحطها في الفريزر مش هيحصل لها اي حاجة بس لما هنحب نستعملها نطلعها نسيحها على حمام مية ونبتدي نصبها عادي جدا هبتدي بقى زين كده بورق الدهب ده برضو الورق دوت بيتبقى عنده مستلزمات الحلواني البرتماند دوت صغنا خالص كان بخمسة وعشرين جنيه اخدت منه جزء بسيط قوي بصوا كده بعد ما خلصت وصبيت كل الحاجات وعملت لها ديكورياشن كمان رابعو سفيتد قوناك بيتكم ومالسلام اشتركوا في القناة